موسيقى أهلا بكم منذ العام 2003 وقوى العملية السياسية كاف تكرر حديثها عن هيبة الدولة وضرورة الحفاظ عليها وعدم المساس بها حيث تعهد رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظم في أكثر من مناسبة بأن أجهزته الأمنية ستتحرك قريبا لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون لكن الكاظم اعترف بصعوبة حكومته في مهمة استعادة هيبة الدولة لأن الكثير من الأطراف السياسية الفاعلة في العراق تعتاش على الفوضى وضعف الدولة وذهاب هيبتها وإبقاء سلاح الميليشيات المنفلت في الشوارع مفهوم هيبة الدولة في العراق وفرص نجاح الحكومة في استعادة هذه الهيبة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية لماذا تكرر قوى السلطة كافة الحديث عن هيبة الدولة وصونها وعدم المساس بها منذ نحو عقدين من الزمن ولماذا تحاشت وتتحاشى حكومات ما بعد العام 2003 في العراق تسمية الأطراف السياسية والمسلحة التي تعتدي على هيبة الدولة العراقية وتهينها في وضح النهار وكيف تريد الحكومة استعادة هيبة الدولة مع كل هذه الفوضى التي تضرب أطنابها في مؤسسات الدولة العراقية والمجتمع وما هي تداعيات استمرار ضعف الدولة وذهاب هيبتها على العراق كيانا ومجتمعا ثم أليس إسقاط هيبة الدولة في العراق عملا مقصودا ومنظما لترهيب المناهضين ومواصلة نهب مقدرات البلد ضيف الطاولة رافع الفلاحي ضافر الشمري ثامر العلوان كما لو أنه منفصل عن الواقع أو يعيش في بلد غير العراق يتحدث وزير الدفاع جمعاء ناد عن هيبة الدولة في تصريح يثير السخرية والاستهجان الجيش موجود مؤسسة عسكرية موجودة والجيش منتشرب كلها نحن تدري عندنا موضوع هذا اللي يصير الصواريخ وكذا هذا الأمور هذه تدري لازم نكون حكماء به هذه نحن ولد بلد واحد يعني خمار رح ننسوي حرب أهلية على مدولة هذا يضرب وهذا ما يضرب نحن نحاول قدر الإمكان نضبط إنفسنا والحمد لله الأمور ترى مو يعني بالشهر دين نضرب صاروخ صاروخين يعني ما يأثر على هيبة الدولة ترى هذا صاروخ يسقط كل يوم في مناطق مهمة في بغداد لا ينتقص من هيبة الدولة فالأمر عند السيد الوزير طبيعي جدا ويحصل في أرقى الدول فأي هيبة هذه التي تنهار بأقل هزة سياسية أو أمنية وأصغر عنصر في الميليشيات بإمكانه أن يهدد أكبر مسؤول بل إن ثلاثة رؤساء حكومة متعاقبين العبادي وعبد المهدي والكاظمي لا يستطيعون أن يدخلوا منطقة عراقية محظورة من قبل الميليشيات كما هو الحال بالنسبة لمنطقة جرف الصخر الهيبة التي أقر قبل عدة أيام رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي أن العراق افتقدها باتت اليوم في وحل الميليشيات بل إن عراق ما بعد 2003 تأسس منزوع الهيبة ووضعت هيكلية الحكم فيه لتناسب شخصيات كرتونية تعجز عن اتخاذ أصغر قرار سيادي وأكثر من ذلك الشخصيات الأمريكية والإيرانية عندما تريد أن تنفذ شيئا متعلقا بالعراق تتجاهل حكومة بغداد لا استئذانا ولا مشاورة ولا مجرد إخطار وتلك هي أعلى درجات الاستحقار في ميزان العرف السياسي العملية السياسية المشوهة والهزيلة لا يمكن أن تأتي بشخصية قوية تعيد للدولة العراقية هيبتها لأن قواعد هذه العملية هشة وغير مثبتة على أرضية وطنية حرة أقصى ما يمكن أن يفعله من يطمح لرئاسة الحكومة في العراق الحالي أن يكون معقبا لمعاملات الأمريكيين والإيرانيين وسمسارا يسير مصالح الميليشيات أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في مفهوم هيبة الدولة في العراق وفرص الحكومة في استعادة هذه الهيبة وصونها واحترامها في المرحلة القادمة كما تقول ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي وسيكون معنا أيضا من استراليا في مدينة سيدني الأستاذ ظافر الشمري المختص في مكافحة في الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وأيضا سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق مرحبا بالضيوف الكرام جميعا أهلا وسهلا نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي دكتور هذا الحديث عن هيبة الدولة إحياء هيبة الدولة استعادة هيبة الدولة احترام هيبة الدولة عدم المس أو السماح بهيبة الدولة حديث مكرر ومكرور منذ العام 2003 هو من جميع الأطراف المتهمة بإهانة هيبة الدولة في العراق من 2003 إلى اليوم الحديث مكرر عن هيبة الدولة واستعادتها هذا المفهوم نريد أن نعرف مفهوم هيبة الدولة واضح في العراق أم هو ملتبس مفهوم الدولة ما هو مفهوم الدولة على الأقل من وجهة نظر من يقود الدولة الآن بسم الله الرحمن الرحيم أولا أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام بداية معنى هيبة الدولة ربما البعض يعتبره هو هكذا معنى اعتباري لكنه معنى مهم وليس ثانوي وبات معنى ضروري وحتمي لكل دول الدنيا يعني رغم أنه العلوم السياسية الحديث يعني لا تجد في مفردات مثل هذه يعني لا تضح في مفردات هيبة الدولة كمفهوم ممكن أن تناقشه لكن هيبة الدولة تعني بالمجمل العام هي التقدير الاحترام وهذا يتأتى بسبب الالتزام الشديد من الدول بالقيم وعدم تجاوز القوانين لأي سبب كان واحترام القانون وسيادة القانون على الكبير قبل الصغير على الحاكم والمحكوم هذا بالمفهوم بالمجمل العام هذا يعني مفهوم هيبة الدولة وهذه هيبة الدولة تنتقص عندما يعني أو قبل حتى أن تنتقص لابد من تفريق بين هيبة الدولة وهيبة الحكومة هناك خلط لذلك هذا الحديث اللي حضرتك تسأل عنه يعني يصرون على الخلط بين هيبة الدولة وهيبة الحكومة مثل ما هو معروف أنه الدولة كيان يتألف من ثلاثة مكونات الشعب والأرض والحكومة فالحكومة أدات من أدوات الدولة لتنفيذ القوانين لإدارة الدولة لإدارة المجتمع هكذا هي الأمور لكن يعني المساواة بين الدولة والحكومة والحديث عن هيبة الدولة وهيبة الحكومة على نفس السطح هذا خطأ كبير لكن الدول يعني الحكومات المستبدة وعندنا بالعراق لذلك نتحدث عن العراق هذه القوى الحاكمة للعراق تحاول دائما الخلق بين المفهومين وهي ترى أن مفهوم هيبة الدولة هو هيبة الحكومة وهيبة الحكومة تعني عندها أن لا يتجاوز أحد أو لا يحاول أحد أن يهدد سلطة الحكومة وجود الحكومة لذلك عندما يتحدثون عن هيبة الدولة يتحدثون عن تهديد للحكومة للسلطة للسلطة التي هي ملكهم الميليشيات والعصابات والفساد والخراب والدمار هذا لا يهددهم هذا جزء من تكوينهم من تكوين هذه الحكومات من يهدد هذه الحكومات التظاهرات الشعب سيادة القانون المطالبة بالقانون المطالبة بوحدة الشعب الأوية الواحدة هذه كلها مهددات للحكومة لوجود الحكومة لذلك يعتبرون وهو من هنا جاء الالتباس يعتبرون أن هيبة الدولة هي أن لا يتم تهديد الحكومة والسلطة في العراق من هنا جاء هذا اللبس وجاءت هذه المفاهيم المغلوطة الحقيقة أنه هيبة الدولة مثل ما تسأل حضرتك لديها شروط لكي تتحقق واحد من شروطها تطبيق حكم القانون يجب أن يكون القانون مطبقا سيادة القانون على الجميع هذه واحد من شروطها الهوية الوطنية الواحدة الموحدة التي لا تعلو عليها هويات فرعية طائفية عشائرية إثنية أين كانت وبالتالي المواطن لا يحترم الهوية الموحدة وتضيع هيبة الدولة العدالة الاجتماعية واحدة من مفاهيم أو شروط قيام هيبة الدولة عندما توزع الدولة يعني ثرواتها الوطنية بشكل عادل بين المواطنين بشكل يتناسب مع قدراتهم بطريقة عادلة هذا يجعل المواطن يحترم الدولة ويهاب الدولة ويخاف الدولة ويهابها قبل أن يخافها يحترمها احترام قوي عندما تتوزع المناصب وفق الخبرة والنزاهة والكفاءة يعني عندما تختار رئيسة الوزراء كفو عندما تختار رئيس مؤسس عندما تختار وزير تفاءة وعالية وبدون محاصصات وليس مثل ما يحدث لذلك يسمح في التقرير اللي حضرتكم قدمته عندما يتحدث وزير الدفاع ويقول أن صاروخ صاروخين لا تمس بهيبة الدولة لكن هل من هيبة الدولة أن توزع الوزارات ويجلسه على يعني كرسي الوزارة بمحاصصات لا تمت لأي دولة عادلة وتبحث عن هيبتها هذا الطريق المشين المعيب بالمحاصصات يجلسون بدون كفاءة وبدون قدرة وبالتالي يرون هيبة الدولة بهذا الشكل هذه جزء من عدها الشفافية وصدق الأقوال نعم عندما تكون تكون الدولة أو الحكومة صادقة في التعامل مع الناس وعندما توعد توفي مثل يعني الكاظمي من سنة كاملة سنة الحكم وهو يعيد الناس بتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة ولم يفعل يعيد بضبط السلاح المنفلت ولم يفعل يعيد بتقدم العراق بازدهار العراق بالحفاظ على على سيادة العراق ولم يفعل ومثله الحكومات السابقة نعم فبالتالي هذه كلها تفقد هيبة الدولة احترام الدولة على ذكر دكتور أشكراك واضح على ذكر الحكومات السابقة وقضية هيبة الدولة دعنا نسأل ضيفنا من سيدني الأستاذ ظافر الشمري مساء الخير أستاذ ظافر لعله صباح الخير عدتكم في سيدني لا عدنا سساعف مع شو ثلث بالليل يعني بعد منتصف ديال مساء الخير عليك وعلى الأساتذة الضيوف الكرام أهلا وسهلا أهلا وسهلا أستاذ ظافر يعني منذ 2003 إلى اليوم ثمت إقرار واعتراف من كل شركة العملية السياسية أن الدولة هيبة الدولة والدولة مهانة وهذه الهيبة مخترقة ويعتدى عليها في وضح النهار وأيضا هناك اتهامات مبهمة وغامضة أنه لن يسمح لأي طرف بالاعتداء على هيبة الدولة أو المساس بها خط أحمر هيبة الدولة لكن كل الحكومات تحاشت تسمية الأطراف المعتدية على هيبة الدولة لم تسمها الكل لا يريد تسمية شريكه الذي يهين الدولة أو هيبة الدولة برأيك لماذا هذا التحاشي تواطئ خوف أم أن من يعتدي على هيبة الدولة ليس من ضمن هذا الإطار السياسي المسمى العملية السياسية يعني مثل ما تفضل الأستاذ رافع الدولة هي الشعب الأرض والسلطة لكن أيضا ما هو الرابط الذي يتحكم بهؤلاء الثلاثة ما هو الرابط الذي يعني يجب أن يلتزم به هؤلاء الثلاثة هذه الثلاثة عناصر يجب أن تلتزم بالعقد الاجتماعي بين السلطة وبين الشعب الذي من خلاله تتكون المؤسسات وتوضع القوانين وتشرع وتطبق في حال في حال عدم الالتزام بهذا العقد الاجتماعي طبعا سيكون يعني ما الذي ما الذي يدفع الناس إلى إهانة أو حتى يعني أنا أقول ليست السلطة وإنما الدولة هناك هناك أناس فقدوا ثقتهم بالدولة بالكامل لنقول العراق يعني هناك نتيجة عدم وجود العدالة الاجتماعية فقدان العدالة الاجتماعية على مدى هذه السنين يعني فقدوا حب الوطن فقدوا عقيدة الوطن قبل كل شيء وبالتالي توجه كل منهم إلى مكومه أو إلى طائفته الذي يعني الذي يتحكم بالسلطة عندما لا يلتزم بالعقد الاجتماعي فإنه ستكون هناك ردود أفعال هي إحباط تهميش احتقار عدم وجود العدالة الاجتماعية يعني فقدان المواطن لحقه الطبيعي في سواء في الدولة سواء في العيش الكريم أو في حصته من الثروة وفي الأمن أيضا يعني من لا يستطيع أن يقرأ الوضع واللاعبين والعناصر المرتبطة بالوضع فإنه بالتالي سيستقطب أضرار كارثية وهذه الأضرار الكارثية هي التي نراها اليوم لأن هؤلاء الذين في السلطة لم يتبدلوا خلال هذه الأسباط عشر عاما ونفسهم وهؤلاء لا توجد لديهم قدرة على قراءة الوضع وبالتالي يشتكون أسا بعضهم يقول لا هم يعني يستطيعون أنا أقول لا هم تتحكم بهم عقلية القوة مفهوم هيبة الدولة عندهم هي عقلية القوة غير قادرين ليست لهم القدرة أو الإمكانية على قراءة الواقع أم أن الواقع بهذا الشكل الحقيقي مفيد لهم ولا يريدون قراءة الواقع أو إعارة النظر بهذا الواقع لأنه قراءة إعارة النظر قراءة أخرى مختلفة وإعارة النظر معناها فقدان لكثير من هذه المكاسب التي تحققت من 2003 إلى اليوم ممكن أن نأخذ هذا الإحتمال ولكن كما رأينا أنه في تشرين الماضي تار الشعب يعني ضد هذه السلطة إذن الآن هم في منحدة هم في وادي هم في هاوية لا أعتقد أن هناك تريد يعني جهة معينة تريد أن تتمسك بالسلطة وبالتالي تثير هذه الفوضى مع أنهم مستفيدين من الوضع يعني لا نقول كذا لكنهم يريدون أن يمدوا سيطرتهم بالكامل على كل العراق هناك استراتيجية بعيدة المدى هناك عملية يعني هاي الاستراتيجية يجب أن تخضع العراق جميعا جميع العراقيين يجب أن يخضعوا للبنهج والسلوك والعقيدة التي تتبناها هذه السلطة من الذي يجب أن يحترم الدولة من الذي يجب أن يحترم السلطة هم أنفسهم لا يحترمون الدولة هم أنفسهم لم يلتزموا بالعقد الاجتماعي بالدولة حديثهم عن هيبة الدولة هو كما تفضل أخي استاذ رافع هو حماية لهم هو حماية لهم من الصخط الشعبي كما قلت وأكرر المفهوم الذي يتبنوه هو عقيدة القوة الفرض بالقوة إن تعارض السلطة يجب أن تقتل يجب أن تخطف يجب أن تقمع هذه هي العقيدة العقيدة عندهم أن الدولة هيبة الدولة تتمثل في عدم إطلاق صاروخ أو صاروخين هيبة الدولة لا تأتي من هذا المجال هيبة الدولة تأتي من خلال العدالة الاجتماعية حقوق المواطنة التساوي العيش الكريم عندما يفقد المواطن هذه العناصر بالتالي أكيد لن يحترموا السلطة وبالتالي يفقد يعني يفقد انتمائه كثير من العراقيين مع الأسف يعني لا يريدون البقاء في العراق لا يهمهم يريدون أن ينفذوا بجلودهم يعيشوا مع أبنائهم حياة حرة كريمة دكتور ثامر العلواني في عمان مرحبا بيك معنا أولا أياكم الله أخي الكريم هناك من يقول أن الحديث عن هيبة الدولة واستعارة هيبة الدولة أو وحياء هيبة الدولة الحقيقة حديث فيه تضليل كبير وفيه مخادعة كبيرة لأن الحقيقة يجري الحديث عن هيبة للدولة والدولة غير موجودة ليس هناك هناك هيكل دولة هناك شبح للدولة أما الدولة بالمعنى الحقيقي المتعارف عليه فغير موجود في العراق منذ 2003 إلى اليوم فأعلن الصورة هكذا الحديث عن هيبة الدولة فيه تضليل فيه مخادعة أخي الكريم التحية أولا الحضرتك والغيفيك الكريمين أهلا وسهلا بما يتعلق بهيبة الدولة عندما يطالبون بهيبة الدولة هذا يعني أن هناك دولة ضعيفة دولة تخشى جهات ميليشياوية وأحزاب متنفذة وهذه الدولة لا تستطيع مجابهة هذه الأحزاب وهذه الميليشيات هذا يعني أن من يتسلطون على رقاب العراقيين لديهم قناعة كاملة بأن الشعب العراقي لا يحترم هذه الحكومات والنظام السياسي هذا يعني أنهم عندما يطالبون بهيبة الدولة أن من يتسلط على رقاب العراقيين لديه قناعة كاملة أن الشعب يعرف حقيقة هذه الحكومات وأحزابها وأنهم أدوات حقيقة هم أدوات للمحتل وأدوات للدول الأخرى ولذلك يحاول من يرأس الحكومة أن يتغطى بفرضية طلب من الشعب أو من غير الشعب هيبة الدولة ويحاولون أن يحملون الشعب ذنب هذا الأمر مع أن الشعب لا ذنب له لأن الشعب هو الذي يطالب بهيبة الدولة لأن هيبة الدولة تعني كما ذكر دكتور رافع وكما ذكر الأخ من أستاذ ظافر هو عدالة اجتماعية لأن هيبة الدولة تعني المساواة الكل سواسي أمام القانون والقانون فوق الجميع الحكومات والأحزاب عندما تطالب بهيبة الدولة هي حقيقة لا تطالب بهيبة الدولة بمعنى الهيبة الحقيقية وإنما هي تطالب مثل ما تفضل ضيفيك بفرض سلطوية هذه الأحزاب هذه الحكومة على الشعب وليست على الميليشيات وليست لا يفرضون على الميليشيات شيئا إنما على الشعب يريدون أن يمرروا سلطتهم وقوتهم على الشعب لأن هيبة الدولة أولا هي تأتي من احترام الدستور تأتي من احترام القانون والشعب العراقي يعلم تماما أن الدستور هو أصبح ألعوب بيد الأحزاب تفسره كيف ما شاءت وتخترقه متى ما تشاء والشواهد على ما أقول كثيرا بل إن اتهام الأحزاب بعضها البعض كل يقول أن الحزب الفلاني والحكومة الفلانية خرقت الدستور طبعا لا ننسى ولا يمكن أن نتجاوز أن الدستور هو بحد ذاته هو مرفوض من قبل الشعب الشعب العراقي لأن الاحتلال الأمريكي مع الإيرانيين اتفقوا على تمرير هذا الدستور على الرغم من أن المحافظات الغربية والوسط والشمالية رفضت هذا الدستور فكيف يمكن أن يطالب الحكومات هذه تطالب الشعب العراقي باحترام الدولة كيف يمكن أن يحترم الشعب دولة جاء بها المحتل جاء بها عدو العراق وصلتها على رقاب العراقيين دولة كل همها هو إرضاء المحتل والسير على وفق المخطط الذي رسمه المحتل وإعداء العراق كيف يمكن للشعب أن يحترم الحكومات وهو يرى أن هذه الحكومات هي أدوات بيد إعداء العراق يحركونها متى ما شاء فرض هيبة الدولة التي يطالبون بها كل من يأتي إلى يتسلم سلطة في العراق كان المفترض أن تظهر على من ألقي عليه القبض وهو في الجرم المشهود وأن يحاكم ولكن ما رأيناه عندما رأينا بعض العناصر الميليشياوية تحدث حكومة الكاظمي في أن يعتقلها واعتقلها ليلة واحدة ثم أطلق صراحها ووقفت وليس اعتقال ووقفت ليلة واحدة لكن الحكومة دكتور حتى نكون موضوعين الحكومة ألقت القبض على عصابة الموت أو فرقة الموت التي اختالت شخصيات عامة منهم محافظ البصرة وناشطين ومتظاهرين ألقي القبض عليهم قبل يومين أو ثلاث أولا هذه أشيعت بالإعلام أنه ألقي القبض على عصابة الموت التي من أكثر من 12 سنة هي تمارس أغتيال الناس والناشطين على أسس طائفية وأسس وطنية يعني أي وطن هي تغتاله لكن في الحقيقة عندما طبعا ألقت على بعض هذه العناصر ولا نعرف أين النتائج ظهر الكاظمي مغردا ومهللا بأنه أتى بإنجاز عظيم ولكن عندما هربت هذه العناصر عناصر فرقة الموت إلى مقر الميليشيات مقر الحجد الشعبي في البصرة لم يستطع لا الكاظمي ولا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية أن يلقي القبض على هؤلاء العناصر مع أنهم هؤلاء العناصر هم المسؤولون الأساسيون في فرقة الموت لماذا إلى الآن لم يلقى القبض عليهم ولم يحاكمهم الرؤوس الكبيرة كما ذكر إسماعيل الوائلي شقيق المحافظة المختال سابقا قال هربتهم زوارق الحرس الثوري الإيراني عن طريق منطقة السيبة في البصرة إذن كيف يمكن أن يطالب وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو رئيس الحكومة بهيبة الدولة وهو لا يستطيع أن يوقف التدخل الإيراني أهم قضية أهم قضية لفرض هيبة الدولة هو أنك تحد وأنك تسيطر على أرض العراق وأنك لا تسمح للتدخلات الخارجية في العراق الكاظمي وحكومة الكاظم وقبله عادل عبد المهدي وقبله العبادي لم يستطيعوا أن يفرضوا هيبة الدولة على منطقة جنف السقم فكيف يطلبون من الشعب العراقي أن يحترم هذه الدولة حقيقة هي ليست لدينا دولة في العراق وإنما هي أحزاب سلطوية مكونة للسيطرة على خيرات العراق ومقدرات العراق فإذن أنا ذكر سابقا أن ما لدينا هي دولة عصابات وليس دولة حقيقية لديها مؤسسات يمكن أن يحترمها الشعب العراقي أو يمكن يحترمها حتى العالم أجمع نعم بالإذن منك ومن الضيفين الكريمين الآخرين والمشاهد الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكبال النقاش مع ضيوفنا هنا عن مفهوم هيبة الدولة وفرص نجاح الحكومة في إحياء هذه الهيبة أو احترامها بعد الفاصل نعود ابقوا معنا مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في مفهوم هيبة الدولة وفرص الحكومة في إحياء أو احترام هذه الهيبة واستعادتها ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والأستاذ ظافر الشمري والدكتور ثامر العلواني دكتور رافع الفلاحي الكاظمي قال في مناسبة سابقة أن القوات الأمنية الأجهزة الأمنية ستتحرك قريبا وطبعا هذا قال في الشهر التاسع من السنة الماضية لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانوني والأمن هل القضية قضية استعادة هيبة الدولة أو وحياء هيبة الدولة مرتبطة بتحرك قوات أمنية لاستعادة هيبة الدولة أم أن القضية أعمق من هذا الفعل وفيها أبعاد أخرى ليست مقتصرة على تحرك أمني أو عسكري نعم أستاذ ماجد قبل أن أجيبك على ذلك أريد فقط أن أعرج على جملة ذكرها في أخي الدكتور ثامر قبل قليل عن الدستور الدستور الحقيقي في العراق الذي وضع من قبل المحتلين عام 2005 هو أساسا من عوامل الإطاحة بهيبة الدولة لأن هيبة الدولة واحدة من شروط هيبة الدولة أن تكون الدولة فيها هوية موحدة واحدة هوية وطنية واحدة لكن هذا الدستور فقراته كلها وأهم فقره هو بنيه على أساس المكونات وهو رجح الهوية الفرعية على الهوية الجامعة فبالتالي هو كان واحد من أسس ضرب هيبة الدولة هذا واحد الثانية هذا الذي تحدث به الكاظمي حضرة تتسأل عنه واستخدام القوة لفرض هيبة الدولة وبهذه الطريقة واستخدام القوة العسكرية هذا مفهوم متداول من عام 2003 اللي حد الآن هو نفس المفهوم يعني قبل فترة كان يتحدث عندما ظهرت يعني قامت ثورة تشرين وانتشرت في بغداد ومدن عديدة في العراق ومنها الناصرية وبعدا حاولوا قمعها في بغداد وثارت الناصرية بشكل قوي تحدث نوري المالك اللي حكم العراق 8 سنواته وما زال هو واحد من عنوين حكم العراق قال انه يعني هيبة الدولة ضائعة لماذا قالوا له قال لانه يعني استشهد بقضية معينة قال توجد مدن ساقطة وكالناصرية كان يتحدث عن المتظاهرين الآن هم في الناصرية يسيطرون على الوضع لا يقبلون بالأحزاب هذه يرفضون مقرات لا يقبلون بالقوى الميليشياوية تتدخل فيعتبر هذا ذلك يدعو الحكومة في ذلك الوقت إلى إرسال قوها العسكرية إلى الناصرية لعادة أيبة الدولة في نفس الوقت هذا الذي يتحدث ذلك نستحدث بطريقة لأن العناوين الحاكمة في العراق من عام 2003 لحدها متشابهة هي نفسها يعني المالكي الذي يتحدث هذا الشكل ينسى أن الفساد هو من أخطر المعايير التي تهدد أيبة الدولة والفساد هذا ينخر في العراق وفي كل مؤسسات إذا كانت هناك مؤسسات يعني مثل ما قال ضيفك الكريم الدكتور رافر من استراليا قال أنه يعني دولة مؤسسات يجب أن تكون دولة مؤسسات لكي تبني هيبتها وهذه المؤسسات تطبق بها القوانين القانون على الحاكم والمحكوم على الكل سواسي لها يستثنى أحد والمؤسسات تطبق القوانين فبالتالي عندما يكون الفساد ناخرا لكل مؤسسات الدولة بهذا الشكل الذي نجده عليه فلا حديث عن هيبة الدولة هذا لا يتحدث عنه المالكي في الوقت الذي سمعنا منه حديثا ربما يكون نتذكر في مرة من المرات قال هو المالكي قال أنا لدي ملفات فساد وإرهاب يعني لو كشفتها ضد أعضاء في البرلمان والحكومة لو كشفتها يعني لقامت الدنيا ولم تقعود لكني لا أكشفها خوفا على العملية السياسية هذا الموضوع الحقيقي وحده كان المفروض لو كانت هناك هيبة للدولة ولا كان هناك احتراما لهيبة الدولة لكان موسيكل مالكي ورمي في قفص الاتهام وعكم على هذا الكلام لأنه هذا خيانة للذمة والمجتمع والشعب عندما يسيطر عليه أو يحكمه شخص خائل للذمة يعني لا يريد أن يقدم ملفات الفساد والإرهاب ضد ناس معينين خوفا على العملية السياسية خوفا على الكراسي فهو خائل للذمة فعندما يخون الذمة وتقبل الحكومة وتقبل أدواته بأن يسيطر عليها شخص على ذكر دكتور الحكومة أشكرك واضح على ذكر الحكومة ومؤسساته أستاذ دظافر الشمري الحكومة تكرر في كل مناسبة أنها بصدد استعارة هيبة الدولة وطبعا لن تسمح لأي أحد بالاعتداء أو إهانة هيبة الدولة لكن السؤال أن الحكومة كيف تريد أن تستعيد هيبة الدولة مع كل هذه الفوضى العارمة التي تضرب أطنابها في مفاصل الدولة العراقية وحتى المجتمع مع هكذا نماذج أيضا من قادة سياسيين جاء على ذكر المالكي على لسان دكتور رافع ذكر المالكي وكيف أنه يطمطم على ملفات تتعلق بالدماء والأرواح خوفا عن العملية السياسية في هذه الأجواة في هذه البيئة هل ثمت إمكانية لاستعادة هيبة الدولة واحترام هيبة الدولة؟ يعني نبحث يجب أن نبحث في مسببات الفوضى نعم هم لا يتحدثون عن مسببات الفوضى هم يتحدثون عن علاج الفوضى نعم علاج الفوضى بدون تحديد الأسباب والدوافع لن ينجح السلطة نفسها الحكومة الكاظمية وعادل عبد المهدي وكل حكومات التي جاءت لماذا تتحاشى تحديد الأسباب؟ إذا حددت الأسباب فإنها معروف أن الأسباب هي أحد عناصر هذه الأسباب هي أحد مسبباتها فهل أن الحكومة الناتجة من هذه الأحزاب ستسمي أو تتهم نفسها أو مفاصلها بالفوضى وبما يحصل في العراق من عمليات تهديد للمواطن فقدار العدالة الاجتماعية الفساد انعدام الأمن يعني لن تتهم نفسها الحقيقة أستاذ ظافر هناك أسمح لي قاطعك آسف يعني هناك من يعتقد جاسما أن عملية إسقاط هيبة الدولة وعدم احترامها في العراق الحقيقة عمل منظم وممنهج ومقصود لترهيب المناهضين لهذه العملية السياسية ولمواصلة عملية نهب مقدرات الدولة وتعزيز هذه المكاسب والمغانم التي تحققت وما زالت لهذه القوى السياسية والميليشياوية نعم هم يعني نرجع نتحدث بنفس الموضوع وهيبة الدولة التي يقصدوها هي الحفاظ على مكاسبهم وعدم التعرض لما يسيطرون عليه عدم محاسبتهم عدم محاكمتهم وبالتالي سيستمرون في هذا الموضوع العملية السياسية هي عملية تقاسم هي عملية تحاصص يعني لا يمكن أن يقوموا باتهام أنفسهم يعني مثلا سأضرب لك مثال عملية خطف الناشط سجاد العراقي في الناصرية كانوا يعتقدون أن هيبة الدولة ستعود من خلال إرسال جهاز مكافحة الإرهاب لإطلاق سراح هذا الناشط السياسي قبل أن يعني هذه العملية حتى لو كانت كان مفروض أن تكون عملية سرية لكن في الحقيقة أنه تم الإعلان على العملية حتى يمكن قبل أن يعلم عنها قائد قوات جهاز مكافحة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يعني وبالتالي انتقلت هذه القوات وذهبت لتنفذ الأمر المطلوب لكن طبعا النتيجة معروفة سجاد العراقي ليس موجودا ولا يزال مختطفا هناك عملية أخرى أن كل شخص كل عنصر يتم القاء القبض عليه يعني جنابكم تحدثت عن فرقة الموت هؤلاء الأشخاص إن كانوا ينتمون إلى ميليشيات وفصائل مسلحة فإنه لا يحق لأي جهة كانت أن تعتقلهم أو تحاسفهم غير جهة أمن الحشو بالتالي هناك جدار هناك قلعة تحمي هؤلاء أنا تحدثت سابقا وأتحدث حاليا نعم كيف يحتفظون كيف يحافظون على مكاسبهم وكيف يحافظون على عملية النهب المنظم هل هي استراتيجية منظمة؟ لذلك هم أنشأوا مثل ما قلت وأوعيد شبكات الجريمة المنظمة هم يتحكمون بالبنوك البنوك من يمتلكها؟ هم يتحكمون بالنفط من يمتلك؟ يعني النفط يقال إنه للشعب العراقي لكن كم يهرب منه؟ من الذي يهرب النفط؟ المالكي يقول لديه ملفات المالكي نفسه أفاسد يعني لم يحاسب المالكي على تسليم الموصل مع وجود تقرير برلماني يدينه أين أصبح التقرير البرلماني؟ يعني مسألة العملية المنهجية المنظمة نعم هي عملية منهجية منظمة ولذلك هم يسيطرون على جميع المفاصل السلاح، المال، المخدرات كل شيء في العقود كل شيء في البلد هل سيتهمون أنفسهم؟ هل سيكشفون أوراقهم؟ يعني المالكي يمتلك غيره لا يمتلك؟ بالتأكيد كل واحد كل جهة من هذه الجهات تمتلك ملفات فضائح ضد الجهة الأخرى وهذه هي عملية توازن بيناتهم لذلك لم يسقط أحد منهم يعني لم يسقط أحد منهم لم يفضح أحد منهم هناك اتفاق بين القيادات زعماء الكتل على أنه يعني عدم محاسبة وجود أصلاً عدم الحديث في محاسبة أي شخصية منهم لا تقديم المحاكمة ولا رفع قضية قانونية ودعوة قانونية ضده ولا يمكن أن تتم بها يعني هذه المسألة كيف ينظر لها الشعب العراقي؟ هناك عملية منهجة لسلب حقوقه يعني أين الرواتب؟ هل هناك عدالة اجتماعية في توزيع الرواتب؟ هل هناك عدالة اجتماعية في توزيع الأراضي؟ هل هناك عدالة؟ يعني هم سيطروا على كل الأراضي الجيدة في العراق سواء كانت مزارع أو سواء كانت إنشاءات أشكرك أشكرك واضح جداً الدكتور ثامر علواني الحقيقة يعني ثمت إجماعة حتى من الحكومة وإن لم تصرح أن من يعتدي على هيبة الدولة هي الميليشيات على اختلاف مسمياتها وفرق الموت وهي طبعاً الآن بالعشرات هناك في العراق غابة من الميليشيات غابة من سلاحها المنفلت وبالتالي استعارة هيبة الدولة واحترام الدولة مشروطة ومرهونة بالتخلص من هذه الميليشيات أو أن هذه الميليشيات مستعدة أن تتخلى عن سطوتها عن سلاحها عن مكاسبها عن مغانمها عن مكاتبها الاقتصادية هل تعتقد أن هذه الميليشيات في لحظة ما مستعدة أن تتنازل ولو عن قصد من هذه المكاسب نظير استعارة الدولة وهيبتها؟ قطعاً أخي الكريم لا يمكن أن تتنازل هذه الميليشيات عن ما اكتسبته خلال السنوات الماضية ولكن هو مثل ما تفضلت يعني إذن هناك اعتراف من الحكومة الحالية وحكومات التي سبقتها أنه هيبة الدولة ومن أين نطلبها هم تطلبها من الشعب أم تطلبها من الميليشيات الميليشيات هي التي أتت بـ الكاظن الميليشيات هي التي أتت بـ عادل عبد المهدي إذن هي الميليشيات هي التي تسيطر على الدولة فإذن هناك تناقض هل طلب هيبة الدولة وزير الدفاع ورئيس الحكومة الحالية أو رئيس الجمهورية الحالي عندما يطالبون بهيبة الدولة هل يطالبونها من الشعب أم يطالبونها من الميليشيات فكيف تطالب من من يسيطر على هذه مفاصل الدولة ومؤسسات الدولة أن تطلب منه هيبة الدولة وهو يريد إضعاف هيبة الدولة إن كان هناك دولة حقيقة هيبة الدولة المفروضة إذا كنت تريدها أن تزرعها في قلوب الشعب في نفوس الشعب يعني أنك تقدم التقدير والاحترام بالالتزام بالقيم العامة وعدم تجاوز القوانين ومن أهم أسبابية الدولة هو سيادة القانون كما تفضل الضيفين الكريمين السيادة القانون على الكبير والصغير والمسؤول والموظف قبل المواطن فالكل يلجأ إلى مؤسسات الدولة التي تعمل بالقواعد القانونية من أجل أن يأخذ حقا هيبة الدولة تأتي أيضا من هيبة المواطن واحترام المواطن وعدم إذلال المواطن فلا مجال المجاملات لا مجال المحسوبية التي تولد استهتار بالقوانين والعمل بالمصالح الخاصة تغليبا على المصالح العامة لكن الذي يجريت العراق حقيقة هو استهتار واضح من قبل المتسلطين وتجاوز حدود المعقول واللا معقول في تجاوز على المواطنين لأن المجرمين يعملون بخرق القانون ويعلمون أنه لا عقاب على ما يرتكبونه من جرائم ولذلك تجارة المخدرات والقتل والسلب والنهب منتشرة لأن المجرم متيقن تماما أنه حتى لو ألقي عليه القبض سيطلق صراحه بل سيحظى بتكريب من قبل السلطة الحاكمة فكيف يمكن لدولة تدار بهذا الشكل أن يهابها الناس لذلك الدولة إذا أرادت أن تحترم وأن يهابها الناس عليها أن لا تتجاوز القواعد الأساسية والمؤسسة العامة التي تأخذ حقوق الإنسان وهذا غير متوفر في العراق لأن من يمسك بالسلطة حقيقة هي الميليشيات وليس حكومة الكاظمي أو مؤسسات الدولة التي هي أصلا من أهم مؤسسات الدولة القضاء الذي ممكن أن يلتج إليه المواطن لأخذ حقوقه والدفاع عن نفسه هذه المؤسسة هي أيضا يسيطر عليها الميليشيات فإذا لا يمكن أن نتحدث عن هيبة الدولة لا عند الشعب العراقي ولا عند حتى الحكومة الحالية وعند نظام السياسي الموجود وأحزاب السلطة لأنهم كلهم مستفيدين السلطة المستفيدة والميليشيات مستفيدة بأنه لا يمكن أن تسيطر هذه الميليشيات على مؤسسات الدولة وتسر خيرات العراق إلا بالوضع الحالي والوضع الذي نراه منذ 17 سنة قائم إلى يومنا هذا نعم على ذكر دكتور رافع للدولة والمجتمع ومدى تأثرهما بقضية فقدان هيبة الدولة وعدم احترامها هل تمت تداعيات سلبية على استمراض ضعف الدولة وهيبتها وعدم احترام هذه الهيبة تأثيرات على المجتمع لنتحدث عن المجتمع أم أن القضية تبقى قضية إجرائية متعلقة بهياكل الدولة سواء المدنية أو العسكرية وبالتالي المجتمع بعيد عنها القضية تتعلق بالدولة فقط الدولة الرسمية المجتمع لا علاقة بأن الدولة لها هيبة أم ليس لها هيبة نعم أستاذ ماجد لكن قبل ذلك دعني أقول شيء للتوضيح ربما حتى لا يفهم كلامنا بشكل خاطئ يعني نتحدث عن مفهوم هيبة الدولة وهذا حديث ربما سيكون حديث نظري لأنه إحنا لطار فاقدي يعني بمعنى أنه إحنا عندما نتحدث عن هيبة الدولة يجب أن تكون هناك دولة في العراق ليس هناك دولة حقيقة هذا واقع الحال يعني شئنا ما بينه هذا واقع الحال حال مؤسف ومزري ورث جدا صحيح لكن هذا واقع الحال ليس هناك دولة في العراق لكن نحن نتحدث عن هيبة الدولة فيما لو كانت هناك دولة نعم حقيقة لكن عندما يكون الفساد في مكان ما فيما يسمى بدولة العراق شطارة الفساد شطارة ويخرج يعني ممثلين عن الحكومة والبرلمان على شاشات على شاشات الفضائيات التحدثون عن فسادهم بكل أرياحية وبكل شطارة ويتباهون بفسادهم والدولة لا تفعل شيء والحكومات لا تفعل شيء لا موجب للحديث عن هيبة الدولة وهيبة الحكومة هذه كذبة كبيرة الحقيقة لأنه يعني وجود ميليشيات مسلحة تخترق القانون وتعبث بكل شيء وبحجة حماية مقدسات حماية مذهب ما عرف شنو تهديدات خارجية تهديدات مثلما فعلت ميليشيات مقتدر الصدر قبل أيام هذه كذبة كبيرة هذا كلها يمس يعني لا حديث عن هيبة الدولة وهيبة حكومة في ظل هكذا عشار تستخدم السلاح في تفاهماتها وفي القتال فيما بينها والدولة والحكومة تتفرج عليهم هذا لا هيبة للدولة الدولة محاصصات وتوزع الحصص والوظائف بمحاصصات لا دولة العراق أسوأ دولة يعني بالشفافية في الفساد واحدة من أسوأ الدول واحدة من أسوأ الدول في بناءها التحتية في مستشفياتها في تعليمها هذا كله يأكل من هيبة الدولة فبالتالي أنت يعني أمام حالة غريبة عجيبة لا يمكن قبول بيها ولا يمكن الحديث عنها بطريقة يعني هكذا نظرية بدون أن نوضح يعني واقع الحال واقع الحال بهذا الشكل الدولة ضايعة جداً لا وجودة للدولة وبالتالي هيبة أسقطتها هي هذه القوى التي تحكم العراق لا تريد للدولة هيبة الحقيقة لأنها تفهم مفهوم الدولة ملتبس يعني هي تريد أن تجعل المفهوم ملتبساً هيبة الدولة تتعلق بوجودها على الكراسي وسلطته من يمس بهذه السلطة بهذه الكراسي هو قد مسه بهيبة الدولة ويجب أن نخرج له العسكر والأمنية أشكرك واضح عن إذنك فقط عندنا دقيق تيان باقي على الختام نريد أن نمطيهن لضيفنا من سدني أستاذ ظافر الشمبري ونختم وياه أستاذ ظافر ما هي الشروط الضرورية اللازمة الحتمية الواجب توفرها حتى يكون الحديث عن استعادة هيبة الدولة حديثاً حقيقياً وجدياً وناجعاً بغير هذه الشروط هذا حديث حديث استعادة هيبة الدولة حديث حديث فيه تزييف كبير وفيه مخادعة وليس صحيحاً الحل الواقعي يعني هناك الإنسان يربطه الخوف والفخر يعني هناك عنصرين عند الإنسان الخوف والفخر من يتحكم بالدولة هم الميليشيات الميليشيات إذا زال الخوف من عندهم وأزلنا الفخر من عندهم هم يفتخرون بالمال والسلطة لكن هناك أيضاً خوف من عقاب إذن يجب وضع حل لتفكيك هذه الميليشيات عناصر الميليشيات أكثرهم انتموا للميليشيات لأنهم لا يملكون عملاً لأنه فرضت عليهم البطالة لأنهم لا يجدون عمل وبالتالي كان عندهم عوائل عندهم ارتباطات يعني يجب أن يجدوا لقمة العيش وبالتالي ذهبوا هناك الآن عندما نتحدث عن تفكيك هذه الميليشيات يجب أن نضع البديل البديل ما هو يجب على الدولة أن تنشئ مصانع مزارع لتشغيل مئات الآلاف الملايين العاطلين إعادة المشردين النازحين بالتالي توفير فرص العمل ستدفع وبرواتب وأجور أفضل ستدفع هؤلاء إلى ترك هذه الميليشيات الميليشيوي أيضاً يفتخر بسلطته في محلته عندما يكون الإنسان منتمياً إلى مجموعة وهذه المجموعة تحمل السلاح يشعر بالفخر يشعر بالقوة يشعر بالسلطة يعني هنا هذه السلطة تحميه من الخوف الذي يعتريه نتيجة أعتذر فضلت فضل بس لأن الوقت فعلاً انتهى فضل نعم نتيجة الخوف يجب أن نزيل هذا الخوف وبالتالي يعني يجب أن يطمئنه وبالتالي هذه هي أعتقد العملية الصحيحة لتفكيك الميليشيات وبالتالي شكراً إنهاء السبب الرئيسي في الاعتداء للدولة شكراً للأستاذ ظافر الشمري المتخصص في الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ضيفنا من سيدني في إستراليا وشكراً أيضاً لدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وشكراً لدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق كانوا ضيوف حلقة الليلة من طاولة حوار بحثت في مفهوم هيبة الدولة وفرص الحكومة في استعادة هذه الهيبة وصونها شكراً لكم مشاهدين الكرام حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة